السلام عليكم يعطيكم العافية مجدداً رح نكمل إن شاء الله معكم الأستاذ خليل أبو كوش ورمضان كريم للجميع رح نكمل درس الثالث من بحة دوال مع جذور تربعية إيش رح نتعلم اليوم؟ رح نحل أسئلة بقروت رح نتعلم عن نقاط الالتوا مع دالة جذر ومجال التقاعر إلى الأعلى وإلى الأسفل احنا كنا نهينا الدرس السابق في سؤال ما خلصناه رح نخلص الآن مع بعض احنا حسبنا لما بلوس مينوس نصوف ما كان مشكلة أو سالب ما لنهاية ما كان عندنا مشكلة طلع عنا ما لنهاية بذكركم إنه بلوس ما لنهاية زاد بلوس ما لنهاية يساوي ما لنهاية موجبة لكن موجبة ما لنهاية ناقص موجبة ما لنهاية ما بعرف كديش طيب احنا عوضنا نين للمت اكس شو ايف لبلوس نصوف طلع عنا نصوف ناقص نصوف وما عرفنا ايش الجواب الآن طلع عش رح نسوي رح نضرب البسط رح نضرب في المرافق لهذا التعبير ونقسم على نفس الشي لأنه عشان أضرب بواحد ما غير الدالة كأني ضربت بواحد فعملينا المرافق لهذا رح يكون جذر الواحد زاد اكس تربيع زاد اكس على جذر الواحد زاد اكس تربيع زاد اكس كأني ضربت بواحد ماشي كأني ضربت بواحد حسب قوانية الدرب المختصر اي ناقص بي في اي زاد بي كل هذا رح يصير اي تربيع ناقص بي تربيع يعني واحد زاد اكس تربيع ناقص اكس تربيع على جذر واحد زاد اكس تربيع زاد اكس تربيع هني بصير عندنا واحد وواضح اذا عوضنا بلوس انسوف رح يطلع فتحت عندنا انسوف وعدد على انسوف هو سفر لذلك خط التقارب الافقي واي يساوي سفر طيب تعال نكمل تعال ناخد سؤال بقروت شتاء 2012 ونحل حل كامل طلبوا مني نجد مجال تعريف الدالة انتبهوا على نقطة مهم جدا رح اكتب الدالة هني عشان اقدر اشرح افلى الاكس يساوي اكس على جذر اثنين اكس ناقص اثنين انتبهوا انا حكيت نقطة مهمة جدا احنا عنا مشكلتين سنتين في الرياضيات حاليا المقام ممنوع يكون سفر وتحت الجذر لازم يكون موجب او سفر يعني ممنوع يكون سالب الان انا في البداية اتقل الصورة هذه اذا بتتذكروا في الدرس الاول وحكينا هنا مجال التعريف افلى الاكس اكبر من سفر بس اذا كان الجذر وحيد ما عنده حدود بدون حدود فاذا بتلاحظون هي الجذر مش وحيد في عنده حدود اللي هو ناقص اثنين حد لو كان ضرب اثنين اه تمشي القاعدة هذه حتى لو كان مضروف في العدد مش مهم لكن المشكلة متاه اذا كان عنده مجموع او مطروح مع شغله ثاني ماشي فهنا ما بتمشي القاعدة انا بدي اخذ اثنين اكس اكبر يساوي سفر بدون يساوي لازم معه لو كان بدون الاثنين اه او كان مضروف اثنين ما باخذ اليساوي بينطبق عليه القاعدة فعمليا بتقسمها اثنين اذا متباينه خطيه سهله جدا اذا قسمنا اثنين ما بنقلب الاشاره فبيطلع عندي اكس اكبر او يساوي سفر وايضا maritime لازم المقام لا يساوي سفر جذر اثنين اكس ناقص اثنين يساوي سفر جذر اتنين اكس يساوي قاعد وطرفين بيطلع عندي اثنين اكس يساوي اربع من هنا اكس يساوي اثنين اكس لا يساوي اثنين تعان اشيله مخطط على محور اكس السفر يشمل وعندنا عند الاثنين رح نسوي فراغ هنا ممكن نكتبها اكس اكبر او يساوي سفر وايضا اكس لا يساوي اثنين او ممكن تكتبها زي كده اكس اصغر من اثنين اكبر او يساوي سفر او اكس اكبر من اثنين الثنتين صح الطركتين صحيحة الطركتين صحيحة من فضل الاولى اسهل فانتبه للمقام وانتبه للجذر طيب جد خطوط تقارب الدالة الموازي للمحورين اذا وجدت كهذه انتبه السفر مش خط تقارب افقي ايه عمودي عفوا تعال نكتب الدالة ناقص اثنين قلنا السفر مش خط تقارب افقي عمودي لانه اذا عوضنا السفر بيعطينا في البسط سفر وفي المقام عدد لازم يعطيني في المقام في البسط عدد والمقام سفر العدد الوحيد اللي هو اكس يساوي اثنين تعال نعوض اثنين فوق بيطلع عنده اثنين وتحت سفر يعني كأنه ما لا نهاية لذلك اكس يساوي اثنين هو خط تقارب عمودي او رأسي بنقدر نسميه نجع خط التقارب الوفوكي راح نساوي الليمت الليمت اكس شو ايف لبلوس مينوس نصوف انتبهوا ممكن ما ناخذ المينوس لانه مجال التعريف لما الاكس اكبر ويساوي السفر بس مكفي بلوس نصوف مش حاجة نساوي الثنتين لانه ما بقدر اروح على سالب ما لا نهاية انتبهوا تعال نكتبها كقوة احنا حكينا في دالة الجذر اذا قدرت اكتبها هكا قوة اسهل لي ماشي اسهل لي فاذا بتلاحظوا جذر اثنين اكس هني ده سويا هي عبارة عن جذر اثنين درب جذر الاكس وجذر الاثنين درب جذر الاكس كلكم تذكرين انه جذر الاكس هو عبارة عن اكس للقوة نص فعمليا راح يصير عندي زي كده اكس على اثنين درب جذر الاكس ناقص اثنين اتعلمتوا لما تسوي خط قارب اوفقي تقسموا على اكبر قوة عند اكس للقوة نص وعند اكس للقوة واحد مين الاكبر اكس للقوة واحد عمليا عمليا ده تصير الدال لأكس على اثنين ضرب اكس للقوة نص جذر اثنين ضرب اكس للقوة نص ناقص اثنين منقسم اكبر قوة اللي هي اكس نحن قسمنا على اكس ناقص اثنين على اكس اذا بتلاحظوا واحد سهل جدا بعدين بصير عندنا جذر اثنين على اكس للقوة نص كاميرا اللي مش فاهم ليش هيا منسويهني اكس لقوة نص على اكس لقوة واحد هي اكس لقوة نص ناقص واحد اكس لقوة ناقص نص اكس لقوة ناقص نص هي واحد على اكس لقوة نص ناقص اثنين على اكس اذا بتعاوضوا انصوف هذا رح يطلع حتى لو كان مع جذر يعني اكس للقوة نص هي جذر الانص وانص 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 عدد على انص حكينا سفر هذا سفر وهذا سفر عدد على سفر غير معرف او انص لذلك ما في خط تقارب افقي لا يوجد خط تقارب افقي طيب تعال نكمل ظلكم الذكرين الدالة دايما اللي هي افل الاحس يساوي اكس على جذر اثنين اكس ناقص اثنين جد نقاط تقاطع الرسم البياني للدالة مع المحورين كانت عندي الدالة واي يساوي اكس على جذر اثنين اكس ناقص اثنين اتعلمت مع محور واي نعوض اكس يساوي سفر تعال نسوي اذا عوضنا اكس سفر رح يطلع عندي سفر على جذر السفر ناقص اثنين السفر على ناقص اثنين اللي هي ساوي سفر يعني سفر و سفر و داخل مجال التعريف طبعا مع محور اكس واضح كمان نعوض واي يساوي سفر رح يطلع عندي اكس على جذر الاثنين اكس ناقص اثنين يساوي سفر اذا بتضرب ضرب تبادلي رح يطلع عندي اكس يساوي سفر كمان سفر و سفر حضر سويت سريع لانا سهلات جدا نجعل النقاط القصوى للدلة وحدد نوع هذه النقاط تعال نشتق الدلة طبعا هاي دلة بنسبية رح نشتق حسب بسط على مقام كان عندي يساوي اكس على جذر الاثنين اكس ناقص اثنين كمان مرة انا متعود او الاسهل للترتيب ان نكتب الاف لالاكس يساوي اكس اف تاق لالاكس يساوي واحد جي لالاكس عبارة عن جذر الاثنين اكس ناقص اثنين وجي تاق لالاكس هي قديش بتطلع عنا قلنا فوق بنكتب مشتقط اللي تحت الجذر اللي هي اثنين على اثنين جذر اثنين اكس طبعا الناقص اثنين مشتقط هالسفر كمان مرة مشتقط الاكس هي واحد ومشتقط جذر اثنين هي عبارة عن اثنين على اثنين جذر اثنين اكس حكينا بنكتب مشتقط اللي تحت الجذر في البسط وفي المقام بنكتب اثنين ضرب الدالة نفسها اللي اشتقيتها هي كل واحد بشتقها لحال الاثنين مع الاثنين بتروح فبيضل عندي واحد على جذر اثنين اكس تعال نكتبها نعوض المعطيات القانون مشتقط الاول اللي هي فتاق للأكس اللي هي واحد ضرب جي للأكس اللي هي جذر اثنين اكس ناقص اثنين ناقص مشتقط الجي للأكس اللي هي واحد على جذر اثنين اكس ضرب ف للأكس اللي هي اكس كل هذا على المقام تربيعي طبعا المقام ما بهمني رح يروح لما نسوي لسفر انتبه يش رح اسوي رح اخذ البسط واكتبع مقام مشترك نسوي له مقام مشترك اللي هو جذر اثنين اكس كأني ضربت بجذر اثنين اكس فبيصير عندي هنين هنين رح اضرب في جذر اثنين اكس هنين كأنه واحد جذر اثنين اكس ضرب جذر اثنين اكس رح يطلع اثنين اكس اكس كل هذا على المقام تربية طبعا المقام بروح لفوق عند المقام التبع البسط كله هذا عمليا انا لما سويه للسفر بيظل عندي بس تعا نكمل بيظل عندي بس اثنين اكس ناقص اثنين جذر ال اكس ناقص اكس يساوي سفر فبيظل عندي اكس ناقص اثنين جذر ال اكس يساوي سفر حكينا كيف نحل المعادلة مع جذر لازم نربع الطرفين اول شغلة لازم نخلي الجذر وحيد على جهة بننقل على جهة ياليسار يالييمين مش مهم فبصير اثنين جذر ال اكس يساوي اكس تربيع الطرفين رح يصير عنا اكس تربيع يساوي اربع اكس من هنا اكس تربيع ناقص اربع اكس يساوي سفر اكس تحليل العوامل رح يطلع عنا اكس يساوي سفر و اكس يساوي اربع اذا عمليا عندي نقطتين قصوى وهن الثنتين داخل مجال التعريف ال اكس يساوي سفر وال اللي هي y tag على اكس ناقص اثنين جذر الاكس كل هذا على جذر اثنين اكس درب المقام هذا كله موجة ما في حاجة نعوذ فيه ماشي بس بعوذ في البسط كمان مرة لما نقسم هاي بتروح هنا تنضرب هنا ماشي طيب انتبوا على شغلة مهمة جدا انا لازم اعوذ الاجوبة في قبل التربيع اذا عوضنا سفر يعطينا قضية صدق واذا عوضنا اربع كمان يعطينا قضية صدق انتبوا ايش راح نحط في الجدول الان في عندي نقاط الاطراف اللي كانت عندي في مجال التعريف اللي هي السفر وخط التقارب العمودي اللي هو 2 فكمان مرة لازم ابدا من سفر اللي هي نقطة الطرف طبعا مش معرفة المشتقة فيها الواي تباح هو سفر عندي خط التقارب العمودي اللي هو 2 لازم نحط ه وعند كمان النقطة القصوى الداخلية اللي هي اربع طبعا في المشتقة بتعطينا السفر والواي تباح من الدالة x على جذر 2x ناقص 2 y ساوي 4 على جذر 8 ناقص 2 تقدر تحسبوها ما عندنا y مش مهم تقدر تحسبوها لالحاسبة ما شي أنا بهمني الآن بناء الجدوى بشكل صحيح انتبه السفر راح تكون نقطة قصوى الطرف لأنه هذا مجال نصف مفتوح حكينا عن هذا الشي نصف مفتوح يعني عندي طرف واحد فقط ماشي وبتروح لما لا نهاية يعني إذا نكتبها في طريقة مجالات نكتب سفر قوس مربع فاصلة بلوس انسوف قوس دائر احنا ما مروا على مينوس انسوف حسب مجال التعريف اللي كتبنا بين السفر والاثنين نقدر ناخذ واحد ونعوذ في المشتقة حكينا في المشتقة مكفي اعوذ في البسط رح يطلع عندي سالب يعني تنازلي بين الاثنين والاربع رح اخذ ثلاث رح يطلع عندي كمان سالب تقدر تحسبوها وبعدين رح اخذ تس على انه لوجذر تس عب يطلع عندي كمان موجب فاذن هي نقطة هاي رح تطلع نقطة مينموم تعال نتذكر نقطة الطرف ايش رح تكون رح تكون ماكسيموم اذا خدت من اليسار تنازلي اذا تتذكر الجدوى اللي سونا اذا بعد السفر الدالة التنازلية هاي دي تضل فوق وراح تكون ماكسيموم طرف ماكسيموم سفر سفر تعال نكتب الاشياء على الرسم هاي المكسيموم سفر سفر هاي نقطة المينموم اللي طلعت معنا هاي الرسم اللي هي كانت اربعة واي معين اللي هو اربعة على جذر الثمانية ناقص اثنين انتبه عنا خط التقارب العمودي اللي هو اكس يساوي اثنين تعال نكتب المجال التصاعدي مجال التصاعدي عنا لما الاكس اكبر من اربعة فقط التنازلي اذا بتلاحظوا المجال التنازلي بيبدأ من اكس اكبر او يساوي سفر حكينا وحكينا هاي الشغلة بوضوح اذا كانت نقطة الطرف داخل معنا في المجال ماشي بنكتبها في المجال التصاعدي او وين في عنا تنازل هنا كان عنا او اكس اصغر اكس بين اكس اكبر او اصغر من اثنين لحد الاثنين او اكس اصغر من الاربعة اكبر الاربعة او هاي الرسمة وهاي مجال التصاعدي والتنازل هيك حلينا سؤال بقروت شتاء 2012 السؤال بسيط جدا الواحد بس يمشي حسب الكواعد مهم جدا ننتبه لنقاط الاطراف اذا كان الدخلات معنا ولا لا مهم جدا هذا اذا كان الدخلات معنا بيكون نقاط قصوى وايضا منكتب مع يساوب في مجال التصاعدي والتنازلي كثار طلاب بخربط وكيف حددت هاي ماكسيموم حكينا اذا من جهة اليمين تنازلي هي بتكون اعلى شيء وهيك خلصنا السؤال تعال جدا وبعدها رح نشرح ايش يعني نقاط الالتواء ومجال التقاعر الى الاعلى والى الاسفل رح اذكركم في هذا الشيء وبعدها ننكمل لسؤال بقروت مع نقاط التواء ومجال التقاعر الى الاعلى والى الاسفل يعطيكم العافية كان معكم لستخيل ابو كوش رح نطلع استراحة قصيرة جدا شكرا للكم اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 سابق رح نبدأ في نقاط الالتواء ومجال التقاعر الى الاعلى والى الاسفل كمال مرة تعلمتوا هاي المادة في دواء العادية بس اذكركم في القاعدة انتبهوا اشتركوا في القناة والعكس صحيح اشتركوا في القناة 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 اذا الاحل الاحلالتواء الاحلالتنا اضعوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جذر الاكس هي عبارة عن اكس للقوة نص اذا منيجي بنعوض اكس درب اكس للقوة نص هي عبارة عن اكس للقوة حسب قوانين القوة ثلاث على اثنين فاسهل اكتبها زي كده عمليا بصير عندي واي يساوي خمسة عشر على اثنين ناقص اربع على اكس للقوة واحد ونص ناشي هيك اسهل اشتقها عمليا بتصير عندي واي يساوي خمسة عشر على اثنين ناقص اربعة اكس للقوة ناقص واحد ونص او ثلاث على اثنين هاي باكتبها اذا كان عندي واحد على اي للقوة ان باقدر اكتبها اي للقوة ناقص ان تعال نشتقها الان وهي اسهل للمشتقها واي تاج هاي مشتقتها سفر اذا بنضرب ناقص واحد ونص في اربع ايش بعطينا ناقص واحد ونص في اربع بعطينا عمليا ستة اربع ضرب واحد ونص اللي هي ستة اربع ضرب ثلاثة اثنين اللي هي ستة فعمليا بيصير عندنا ستة درب اكس للقوة ناقص واحد ونص احنا لا تنسوا في مجال اكس اكبر او يساوي سفر كمان مرة احنا في مجال اكس اكبر او يساوي سفر حكولي بيين انه الدالة تصاعدية لكل اكس فاحنا اشتقناها ماشي ولا تنسوا انا في مجال اكس اكبر من سفر عفوا اكس اكبر من سفر فاي عدد بعوضه في المجال الاكس اكبر من سفر واحد اثنين ثلاث اربع اللي بتكوية المشتقة الاولى دايما بتطلع اكبر من سفر لذلك هي تصاعدية لكل اكس بعيد كمان مرة كيف اشتقناها هاي الدالة اللي كانت عندي 15 اثنين اكس تربيع احنا نسينا الاكس تربيع طيب نسينا الاكس تربيع تعال نكتب الاكس تربيع يعني ماشي نسينا الاكس تربيع راح يصير عنا درب يساوي اثنين درب 15 على اثنين اكس نفس المشتقة بس نسينا الاكس تربيع ناقص زائد ستة اكس للقوة ناقص واحد ونص ها هي مشتقتنا فعمليا واي تاج راح تصير خمستاش اكس زائد ستة اكس للقوة ناقص واحد ونص تعال نسويها لها سفر عشان نجدنا نقاط القسوة فعمليا بصير عنا خمستاش اكس يساوي ناقص ستة اكس للقوة ناقص واحد ونص انتبهوا ايش سويت كمان مرة بشرح كمان مرة سويت كانت عندي الدالة خمستاش على اثنين اكس تربيع هاي حولتها لقوة قصية مشتقت خمستاش على اثنين اكس تربيع هنا تصليح تبعنا هذا كله لازم نشط به بنضرب اثنين في خمستاش على اثنين اللي هي خمستاش اكس زائد ستة درب اكس للقوة ناقص واحد ونص الان لازم نحل المعادلة هذي انتبهوا في عدة طرق لحل المعادلة ممكن اربع الطرفين اذا ربعنا الطرفين تعال نشوف اش بيصير عندنا نيت تربيع نيت تربيع رح نحصل على ايش رح نحصل خمستاش تربيع خمستاش درب خمستاش قديش عندنا خمسة في خمسة خمسة وعشرين بيطلع عندنا متين وخمسة وعشرين اكس تربيع يساوي ستة اكس للقوة ثلاثة كلكم بتقدر تكملوها بسيطة جدا منقدر نكملها بسيطة جدا وبتبينوا انه الدالة تصعدية لكل اكس ومنبين ان الدالة تصعدية لكل اكس ان شاء الله هاي مش مهمة عندي بقدر اني اشتق الدالة كمان مرة واجدها واسويها لسفر وعشان اجد نقطة الالتباء احنا تعلمنا كيف نبين ان الدالة تصعدية لكل اكس انا مهم جدا عندي الان اجد نقطة الالتباء لذلك راح ارجع كيف سويت المشتقة من جديد طيب كانت عندي الدالة يساوي خمستاش على اثنين اكس تربيع الاكس تربيع شردت مننا شوية ناقص اربع على اكس درب جذر الاكس راح نبشي شوي شوي حكينا اكس درب جذر الاكس هي عبارة عن اكس درب اكس للقوة نص اللي هي عبارة عن اكس اكس القوة ثلاث على اثنين طيب بسرع عندنا y يساوي خمستاش على اثنين اكس تربيع ناقص اربعة على اكس للقوة ثلاث على اثنين او بنقدر نكتبها زي كذي y يساوي خمستاش على اثنين اكس تربيع ناقص اربع درب اكس ناقص واحد ونص تعال نشتقها مشتقها بتصير عندي خمسة عشر اكس ناقص بتصير عندنا زاد اربعة درب واحد ونص اللي هي زاد ستة اكس ناقص اثنين ونص بنقص واحد من القوة كمان مرة بنقص واحد من القوة حان كمان لازم تصلحوا وعمليا انتو بتقدر تحلوها في الدار هنا هاي بتقدر تحلوها في الدار سهلة جدا انا بدي نقطة الالتواء ان شاء الله رحكمل لنقطة الالتواء ونجدها مع بعض طيب وصلنا لواي تاك الان انتبهوا عشان اجد نقطة الالتواء انا بدي المشتقه الثاني كمان مرة بدي المشتقه الثاني تعال نشتق هاي كمان مرة واي تاكاين بعيد كمان مرة يسوينا اثنين في خمسة عثنين اللي هي سبعة ونص سبعة ونصف اثنين اللي هي خمسة عش اكس زائد ناقص واحد ونص في ناقص بيصير عندنا زائد ستة اكس انتبهوا احنا لما نشتق عندي القانون بيقول زي كده اذا كان اي اكس للقوة ان بتصير ان ضرب اي ضرب اكس للقوة ان ناقص واحد هنا انا نسيت تنقص الواحد هاي سوناها انتو بتكملوها في الدار نقاط القس واحد لنا اسئل اكثر انا بدي حل نقاط الالتواء فلما نقصنا واحد صار عندي ناقص اثنين ونص الان دي اشتقه كمان مرة راح يصير عندي خمسة عش ناقص ستة في اثنين ونص كده ستة في اثنين ونص ستة درب اثنين اللي هي اتناش زائد الثلاث اللي هي خمسة عش اكس وبتنقصه من اثنين ونص كمان واحد بصير عندنا ناقص ثلاث ونص عملياً رح يصير عندي 15 ناقص 15 على X للقوة 3.5 يساوي 0 انتبه عملياً بقدر اطلع 15 عام المشترك فبيظل عندي 1 ناقص 1 على X للقوة 3.5 يساوي 0 بقسم على 15 فبصير عندي 1 يساوي 1 على X للقوة 3.5 نضرب ضرب تبادلي بطلع عندنا X للقوة 3.5 يساوي 1 بقدر اربع الطرفين بطلع عندي X للقوة 7 يساوي 1 بتصويت جذر السابع لانه فردي بطلع عندي بس X يساوي 1 وهي مشكوك فيها لنقطة التواء X يساوي 1 مشكوك فيها لنقطة التواء X يساوي ناقص 1 مشكوك فيها لنقطة التواء تعال نشوف هل هي نقطة التواء ولا لا طبعاً انا بنيت جدوى الاختبار حسب المشتقف الثاني انتبه عندي الواحد طبعاً هني السفر ما بهمني السفر ما بتقدر تكون نقطة التواء بين الواحد والسفر بقدر اخذ نص وبعد الواحد بقدر اخذ اثنين تعالنا اتذكر مع بعض مشتقتنا ايش كانت كانت خمسطعش ناقص خمسطعش على X للقوة ثلاث ونص طيب او احنا اخر شي بعد مربعنا اصارت عندنا X للقوة 7 يساوي واحد او X X يساوي واحد انتبهوا X القوة ثلاث ونص ايش بقدر اكتبها كمان خمسطعش ناقص خمسطعش على X للقوة 7 على اثنين احنا متعودين انه X للقوة نص نكتبها جذر الـ X ماشي هاي بقدر اكتبها خمسطعش ناقص خمسطعش اتجذر X للقوة 7 نفس العملية ماشي اللي بدي يكون متريح معها هاي الـ Y تقايم ماشي طيب الان بقدر اعوض نص وبقدر اعوض اثنين انتبهوا اثنين للقوة 7 اللي هي عمليا قدش عندنا اثنين للقوة 7 عندنا 64 اثنين للقوة 64 جذر الـ 64 اللي هي ثمانية خمسطعش على ثمانية راح يطلع عندنا موجب هنا وهني راح يطلع عندنا سالب تقدر تحسبوها هاي راح تكون تقعر الى الاسفل وهاي تقعر الى الاعلى اذا هي نقطة التوا طلعت عندي نقطة التوا ومجال التقعر الى الاعلى اكس اكبر من واحد والتقعر الى الاسفل اكس اصغر من واحد اكبر من سفر بس قبل لانهي بالدرجه هني احنا نسخنا الدالة قبل بصوره غير صحيحة نسينا الاكس تربيع بس بدي يكن تكمله شغله مهم جدا في هاي السؤال هني المشتقه الاولى طلعت عندنا 15 اكس زائد 6 اكس القوة ناقص اثنين ونص يعني هني دكتصوها لسفر ما شو تبينه انه الدالة تصعودية لكل اكس طيب تعال نكمل خطوط التقارب سهل جدا تجدوهن رح نيجي على السؤال شتاء 2017 رح نحله مع بعض بشكل كامل شوي شوي واذا ما لحقنا منكمل الدرس الجاي طيب قالولي معطي معكو الدالة افلى الاكس يساوي اكس على جذر الاكس تربيع ناقص ايه تربيع طبعا ايه هو برامتر اجب عن البنود الف لحتى واو بالنسبه لا ايه اكبر من سفر طبعا الايه عندي عدد موجب ماشي انا بطلع على ايه كأنه عدد موجب طبعا عبر عن اجابتك بدلالة ايه اذا ادعت الحاجة ماشي ممكن مرات ما اقدر اجد بدون دلالة ايه تعال نجد على مجال تعريف الدالة جد مجال تعريف الدالة انتبهوا اكس تربيع ناقص ايه تربيع بس اكبر من سفر لانه موجود لحال الجذر في المقام هني اسهل اني ارسم دالة تربعيه ايش مقاطقة طوح حد دالة تربعيه اذا بتلاحظوا اكس ناقص ايه في اكس زاد ايه حسب تحليل العوامل يعني اكس يساوي ايه واكس يساوي ناقص ايه تخيلوا الايه خمسة هانده تيجي الناقص ايه وانيه الايه كيف الرسمه موجوده الايه معامل اكس تربيع اكبر من سفر فهي موجه لوين لفوق فعمليا المجال الموجب للتعبير هذا لما الايكس اكبر من ايه او اكس اصغر من ناقص ايه انتبوا اني اسهل اني احلها كدالة تربعيه اني ارسمها كدالة تربعيه اسهللي مني احلها عن طريق الثعبان سهل جدا ارسمها وجدت نقاط التقاطع تبعت الدالة تربعيه اكس تربيع ناقص ايه تربيع عن طريق النحاش بدي حط الناقص ايه والايه ماشي هني بعوض ناقص اثنين ايه رح يطلع عنا موجب هني السفر رح يطلع سالب هني اثنين ايه رح يطلع موجب فرح يطلع نفس الجواب اتأمل انكم تكملوا السؤال للدرس الجاي الدرس الجاي رح نكمل حل السؤال هذا حلوه فكروا فيه اتأمل انكم تحلوه وفي اللقاء الجاي ان شاء الله رح نكمل حل وناخذ كمان سؤال يعطيكم العافية حاليا وشكرا لكم رمضان كريم اشتركوا في القناة